أركتك أهلا سهلا فيكم أصدقائي بحل جديد ومعك الله مارا بقورة وبحلقة اليوم هنحكي بالتفصيل كيف ممكن تعمل انستول أو تنصيب لويندوز عشرة في حال كنت حابب تفرمي الجهازك في حال كنت جايب جهاز جديد وما في عليه سيستم بالمرة فبالتفصيل شو اللي لازم تعمله شو اللي انت محتاجه لحتى تخلي الجهاز يشتغل لحتى تنزل ويندوز عشرة على جهازك وتبلش شغل على جهازك خطوة بخطوة خيانا نبلش فيديو جديد بداية شكر كتير كبير لكل الأشخاص اللي عم تدعم القناة بس ولكن شوفوا الحصائية اللي طالع هون أو هون ما بعرف ولا حطها بتقول انه في نسبة كتير من الأشخاص اللي عم تشوفوا الفيديوهات ما لم تشتركي بالقناة لسه فإذا كنت مو مشترك بالقناة لسه تأكد انك تحت تشترك بالقناة لانه ان شاء الله اللي حيكون في سلسلة كاملة عن ويندوز كيف ممكن نتعامل معه شو النصائح كيف ممكن نخلي بأحسن حالات وخيرا نقول سريع ما يكيدس ما يسير في مشاكل شو الأمور اللي لازم نوقفها لحتى نبطل استهلاك عالي للإنترنت لحتى نبطل في عنا بروسس عالي اللي احنا ما لنا حاسين فيها لحيكون في سلسلة كاملة إما أسبوعية أو شهرية إن شاء الله حسب نشوف حسب تفاعلكم اذا وصلنا هذا الفيديو الـ 200-300 لايك إن شاء الله تعالى لحنزل الفيديو الأسبوع القادم بحكي فيه عن شو لازم تعمل بعد ما تفرمي جهازك قد نواجه كثير حالات نحن مضطرين نفرمي فيها جهازنا ومو دائما في إمكاننا ناخد هذا الجهاز الوضيع على المصلح طبعا غير إنه موضوع إنه ملفاتك هذا المصلح ممكن يطلع عليها ممكن ما يطلع عليها غير موضوع إنه مثلا فيه وقت معين مثلا هذا جوز بالليل صارت معك المشكلة فقد تضطر إنك أنت تفرمي جهازك ممكن أنت تكون طبقت جهاز جديد وفرحان طب أوكي بعدين شو بعد ما طبقت الجهاز تكنزل على ويندوز فشو الأمور اللي أنت محتاجها لحتى إما تفرمي جهازك الحالي اللي فيه مشكلة بغض النظر شو هي طبعا بنحكي مشكل صوفتوير ونتأكد نهي مشكل صوفتوير أو إنه أنت طبقت جهاز جديد وحابت تنزل على الويندوز كرمان تبلش تستخدمه أولا الشي أنت بحاجة لفلاشة 8 جيجا يفضل إنه تكون 8 جيجا وما فوق ويندوز أو مايكروسوفت بحد ذاتها بتقلك إنه ويندوز حياخد أربعة لأربعة ونصف فأنت المفروض أنك تاخد لثمانة كرمان تضلك بالمجال الآمن هذا رقم واحد رقم اثنين لو أنت عم تفرمي جهازك فهي نقطة مهمة جدا 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 اعمل باكب لملفاتك خد نسخة احتياطية لملفاتك اعمل باكب لملفاتك ملفاتك خد له نسخة احتياطية كتير مهم هذا الموضوع جيب هاد اكسترنل أو جيب فلاشة تانية وعن طريق هاي الفلاشة انساخ كل ملفاتك المهمة يحطهم بهاي الفلاشة كرمان لا سمح الله لو صار اي مشكلة وانت عم تعمل عملية التنصيب وخصوصي لو كانت هاي اول مرة عم تجرب فيها ما تخسر ملفاتك شغلك صورك صور العيلة تبعك ما تخسرهم كلياتهم وتقعد تقول شو بدي اعمل وبعد هيك نقعد ترجع تنزل برامج ليستعيدوا لك ملفاتك وما في اي ضمانة بتقول انه انت حتى تستعيدهم كلياتهم اما الشي الثالث اللي انت بحاجته فانت بحاجة لجهاز تاني لو انت عم تفرمن جهازك فمعناتها جهازك عليه انترنت وفي امكانك تستخدمه لحتى تنزل ويندوز على الفلاشة هاي بس ولكن لو جهاز هذا جديد لسه ما فيه على اي اوبريتنج سيستم فانت بحاجة لجهاز تاني عليه كونكشن انترنت كرمان تحسن تنزل ويندوز على هاي الفلاشة اللي حنستخدمها تقريبا بكل عملية السيت اوب طبعا طبعا فيه نقطة مهمة هون قد يكون بعض الاشخاص عندهم شارين نسخة اورجينال وجاية مع هاي نسخة اورجينال جاية فلاشة ما فيفضل انه يتم استخدامها الا يعني لو هذا الحل الاخير اللي ما عندك غيره لانه حتكون النسخة تبعها صارت قديمة كتير وكمية الابديتس وكمية التحديثات اللي بدك تستهلكها وخصوصا لو الانترنت تبعك مدفوع يعني حجم الداتا عم تدفع انت على حجم الداتا فلح تستهلك كمية كتير كبيرة فما بفضل انك تستخدمها الا في حال كان هذا الخيار الاخير يلي عندك اللي حنعمله نحن نسخي النسخة او بو ديت اخر اصدار يعني لما حقله عمل تحديث حيطلع لي بمجموعة تحديثات بسيطة العلاقة بالسيكوريتي العلاقة بالدرايفرات لو جهازك قديم شوي يفضل انك قبل ما تعمل هالعملية هاي كمان تدخل على الموقع تبع الجهازك نفسه وتسحب التعريفات وتحطهم بالفلاشة على الويندوز كمان كرمال بس تخلص تحديث للويندوز لو ما شبك معك على الانترنت مباشرة بسبب انه ناقص تحديث على الاقل تكون التحديثات كلها موجودة عندك وما تعلق بمكان انه انت ما عندك التعريف تبع الكرت الشبكي على سبيل المثال او كرت الواي فاي على سبيل المثال فكتير مهم لو جهازك قديم شوي انك تاخد التعريفات من الموقع الرسمي وتحطهم على الفلاشة اذا جهازك حديث 99.9% لحيتعرف بشكل تلقائي طبعا لازم ترجع بعد ما نخلص لازم نرجع نعمل تحديث للتعريفات كلياتها بس ولكن 99% هيشتغل معك كل شي بدون اي مشاكل وهلا خلينا ننتقل لدسكتوب ونشوف خطوة بخطوة كيف حننزل ويندوز على الفلاشة كيف حنحطه بالجهاز الثاني وحنبلش نقلع وشو الخطوات اللي لازم نمشي فيها وكل خطوة شو الأمور اللي لازم يكون انتبهي لها فإذا بعد ما جهزنا كل الفلاشة فاخدنا بكب عن ملفات لانو كان هذا جهاز قديم وعم نعمله فورمات من أول وجديد أول شغلة بنا نعمله انه بنا نتوجه على المتصفح تبعنا أي جهاز عليه انترنت عليه متصفح بإمكاني فورا روح على هذا الرابط اللي حتركه تحت بصندوق الوصف أو بإمكاني روح على جوجل واكتب له داونلود ويندوز 10 99% حيكون أول رابط حافتحه جلد ما فتحته حيكون في عندي خياري حيكون في عندي خيار update now نحن مو هذا اللي بدنا ياه وإنما نحن بدنا شيء اسمه download tool now حعمله download حسب سراعة الانترنت ما المفحوط أخذ وقت طويل وحشغل هالتول هاي بمجرد ما شغلتها لح تطلع لي الواجهة بالشكل التاليح يعطيني getting a few things done ready عم يجهز لي بعض الأمور نصبر عليه شوي ما في عنا فيه أي أشكل طبعا نكون نحن حاطين الفلاشة أنا هون نسيان حط الفلاشة نكون نحن حاطين الفلاشة بالجهاز هات نستنى شوي كرمال يجهز بعض الملفات يجهز بعض الأمور حتى يتم تنصيبها على الفلاشة نفسها أقريبا تسعة وتسعين بالمئة فاصلة تسعة 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 ما حدا بإراها حانا نزل وإنه لو أكسبت كمعا نفس الشيح يعطيني getting a few things ready عم يجهز بعض الملفات عم يتوصل مع سيرفرات مايكروسوفت يعني بشكل عام هون كمعا حيعطيني نفس الخيارين اللي شفناهن نحن على الموقع حيعطيني هل بدك تعمل upgrade لهل تل PC تبعك أو بدك تعمل create the installation the new installation media طبعا نحن حنختار create the installation media إما بيكون في عندي USB drive أو DVD أو ISO هنحكي هلأ فيهم واحدة واحدة next حيق لي شو نسخة الويندوز اللي انت بدك ياها لو انت بدك نسخة الويندوز تنزل عندك بالعربي فيمكنك من هون تختار العربية طبعا أنا بالنسبة لي دائما نفضل اني ضل مع الانجليزية حيق لك شو نسخة الويندوز اللي انتك ياها ما في غير ويندوز تن حيق لي هون شو الطبيعي أو نوع النسخة اللي بدك ياها هل هي ل32 بيت ولا 64 بيت الزجهازك جديد بدون ما تفكر هي 64 بيت الزجهازك قديم شوي لازم تتأكد بس انه هل هو بيدعم 64 ولا ما بيدعم 64 الفرق بيناتهم هي انه ل32 بيت ما بتاخد رامات اكتر من 4 جيجا حتى لو حاطيت لها 4 حتشوفها 3 وكسور فما حتشوفها كاملة فلو عندك رامات زيادة ورح تنزلت 32 بيت انت فعليا نكبيت كل الرامات اللي فوق الـ 3 جيجا 3 جيجا وشوي فدايما أنا مفضل انه تنزل 64 بيت إذا جهازك بدع من 64 بيت وإذا جهازك جديد 99.5009 هو بيدعم هو ببني على معمارية 64 بيت وحاق انتيل له نيكست طيب إذا الانترنت عندك خلينا نقول ضعيف أو انت هلا بمكان رح تبس كرمال تعمل هاي الفلاشة هاي فبإمكانك انت تنزل نسخة ايزو وتحفظها عندك كنسخة ايزو وتستخدمها أكتر من مرة أنا من نسبة لي دائما بروح مع بحيث انه البرنامج نفسه بيجهز لي الفلاشة تبعي انه تكون جاهزة لاني أقلع من عليها وما أضطر استخدم اي برامج وسيطة حيالي انه في عندك الفلاشة اللي هي هاي حيالي اوكي هاي الفلاشة اللي بدي اياها حيمره حيعمل بعض التجهيزات لحتى يجهز الفلاشة عطاني بروغرس بلش ينزل هلا حاليا هو بهالمرحلة هاي عم ينزل نسخة الويندوز من الانترنت لا يحطه على الفلاشة طبعا ممكن انت للاحتياط تنزل النسختين سواء 32 و 64 سواء لكن هذا حياخد وقت لسه كمان اكبر واكبر لحتى تخليص تحميل طبعا هلا هون بهالمرحلة هاي لح نستنى لحتى تخلص طبعا لسرعة الانترنت اللي انت عم تشغل عليها ممكن تاخد من 10 دقائق ل4 ساعة لنصة لساعة حسب انتو سرعة الانترنت اللي موجودة عندك يعني رغم انه انترنت عندي سريع لكن متل ما شفنا وصرعنا خد له ربع ساعة اكتر من ربع ساعة بشوي لبين ما انزل وبعد ما انزل هلا حاليا بمراحل الاخيرة اللي هو انه عم يهيئ الفلاشة لحتى تكون ونحسن ناقلع من عليها وننزل الويندوز باستخدامها فهي 98% 99% هانت 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 بس الجميع بالموضوع انه انت هون عم تنزل نسخة ويندوز تقريبا باخر خينا نقول اصداراتها هلا هون خلصا يتعمل لك يوري يو اس بي فلاش مجرد ما قلت له فنش خلص هلا صار بامكانك تقيم الفلاشة من هذا الجهاز وتروح تشكه بجهازك الثاني وخينا انت لجهاز الثاني ونشوف شو يلازم نعمله هناك مجرد ما حطيت الفلاشة بالجهاز ويفضل انك تحطه بالمدخل الخلف الى الجهاز بيكون افضل او اذا الو اس بي ثري عندك موجودين بالمداخل الامامية اذا عم نحكي على جهاز ديسكتوب فاوكي مجرد ما حطيته لح تظل لك تكبس افتنين بحالتي انا لحتى وصلت لشي اسمه اللي هو بيقول لي من الو مكان انا بدي اقلع طبعا هذا الكلام بيختلف من جهاز لجهاز بيختلف من لابتوب للابتوب بس خلينا نقول المعظم الاحيان هم تكون افتنين او بيمكنك تدخل على الويب سايت تبع تبعك وتشوف شو هو شو الكبسي لازم تكبس على الكيبورد لحتى تنتقل للوحة تبع الاقلاعي اللي بتخليك تختار من وين بدك تاقلع فانا هون حاليا راح اللون انا بدي اقلع من الويو اس بي تبعي بس اللون انا بدي اقلع من الويو اس بي تبعي بلشير الفايلات اعطاني مسخ اعطاني خلنا نقول الويندوز انشارة الويندوز طبعا انا هلا هون بس لحتى سجل هذا الفيديو خلنا نقول عم بيستخدم في ام وير اللي هو بيخليني نزل او اخلق اكتر من جهاز جوه جهازي نفسه سو لكن نفس الخطوات هتكون على جهازك مثل ما شفناك بسنا افتنين لحتى توصلنا على قائمة الاقلاع اخترنا الويو اس بي ما حيكون في عندك غيرها اخترنا الويو اس بي وعن طريقها بلشنا ننتقل هلا لو انت في عندك اكتر من هارد موصولين بالجهاز يفضل انك تفصل الهاردات التانية وتخلي بس الهارد يلي انت بدك تنزل عليه ويندوز حتى ما يصير في عندك اي خينا نقول لخبطة وما تفرمت هارد تاني مسلا انت ما بدك تفرمته لانه المشكلة بس توصل هلا بس هنشوف هلا بس لنوصل على المكان يلي فيه بقلبه الانستوليشن او ان يحدد الهارد ما فيه مسميات سي و دي حتى اعرف انا فرق بيناتهم خصوصا اذا كانوا هاردين فيفضل اذا كان هذا الجهاز فيه بقلبه اكتر من هارد اذا احنا عم نحكي على ديسكتوب انه افصل اطفي جهاز كلياته افصل الهارد التاني وضلني بس على الهارد يلي بدي نزل عليه الويندوز هلا اخيان استنى ونشوف شو المساج اللي حططلع لنا هون وشو الخطوات اللي لازم نمشي فيها متل ما عم نشوف قدامنا هون عطانا الخيارات شو اللغة اللي انا بدي نزل فيها متل ما بتذكر لما احنا اخطرنا نهيئ على الفلاشة نفسها النار ونحنا نسخة الويندوز اللي بدي اياك تحطليها على الفلاشة هي نسخة انجليزية فما حيطل عندي غير هاي النسخة كمان نفس الشي هون تايم والكورنسي فورمات عادة بخليها متل ما هي ما بغيرها والكيبورد بخليه كمان متل ما هو ما بغيره وانت الا اللي بعدها بياللي انه بدك تعمل انستول باللو ايه بدي اعمل انستول سيت اوب ستارتينج لح يبلش عملية التنصيب اللي يعطيني الخيارات اللي بعدها لحتى حدد الهارد وحدد كل الامور الثانية طبعا هون هيعطيني انه هل في عندك ويندوز اكتيفيشن ولما عندك ويندوز اكتيفيشن هل في عندك كيلة الويندوز وهون يعني نقطة مهمة جدا لا تروح تاخد نسخة ويندوز اوري اللي محمل فيها برامج لانه اللي اللي عاملها نسخة الويندوز مو عاملها كرمال بس انه والله انت تاخدها بشكل سهل وتمشي فيها احتمال يكون فيها احتمال يكون فيها باك دورز يسرق لك معلوماتك بعد فترة دائما خود النسخة من المكان الاوفيشل بدك انت مضطر يكون في عندك نسخة لايسنز للويندوز لو انت عم تفرمي جهازك واريدي في عندك لايسنز على الويندوز موجودة عندك يفضل انك تدخل وتاخد شو هي اللايسنز اللي موجودة عندك حاليا كرمال ترجع تحطها هون مرة تانية ازا هي مربوطة بحساب الويندوز تبعك فمجرد ما انت ترجع تعمل تسجيل بحساب الويندوز تبعك مرة تانية لحيرجع ياخد اللايسنز مرة تانية طبعا فيه كتير 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 مواقع بتأمل لك نسخ ويندوز رخيصة لو بهمكم الموضوع خبروني تحت بصدق التعليقات ممكن حط لكم اكتر من موقع ممكن تاخد مننا نسخ نسخ الويندوز فبالنسبة لي انا لحاليان لحاليان لحلو اي دونت ها بكه خليني كمل هون حيجي لك شو نوع النسخة اللي بدك ياها لو انت مستخدم عادي ما في عندك شغلات ما لك ادفانس يوزر فبامكانك تاخد الويندوز تين عشرة هوم ما لح يكون في عندك فرق بالنسبة الليك بينها وبين البرو. البرو عادة اللي بيستخدموها الأشخاص اللي كتير في عندهم تعديلات جوا السيستم اللي كتير بيحتاجوا ادوات لادارة النظام. بس اذا انت مستخدم عادي يوتيوب هالقصص هي كلاتة فويندوز تين الهوم اديشن كافية. وطبعا اي نسخة موجودة من هدول النسخ لازم يكون عندك اللايسنس اللي متوافق معها. يعني ما فيك انت يكون في عندك نسخة الهوم مسلا الكي لنسخة الهوم. وتجي تقول انا بدي استخدمها لنسخة البرو. ما حتشتغل معك وما حيرضي فعلك النسخة. حتضطر تفرم التان مرة تانية وترجع تنزل الهوم مرة تانية. خلينا نعمل ناكست. لايسنز اجريمنت بلا 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 يلي ما حدا بيقراها اكسبت ونكست. هون بيجي في عندي هي بيقول لك هل قلت لك تعمل لنسخة الويندوز اللي موجودة عندك? قال لا انا ما عندي نسخة فانا فعليا اللي حروح على بحيث اني احسن. بهاي المنطقة اللي انا قلت لك لو انه انت عندك اكتر من هال الموصولين هوم فهيطلعوا كل الهاردات بهالشكل واحتمال يصير في عندك لبس واحتمال يصير في عندك مشاكل فما لح تعرف بالضبط انه نسخة اللي انت لازم تستخدمها. فانا بالنسبة لي هلا هون لح اخد الدرايفر اه ما عندي غير درايفر واحد موجود هون. هقل له كريتلي درايفر. انا ممكن اسم هذا الاكثر من جزء. فانا هون ممكن حط له مسلا بدي اياه هذا جزئين. او ممكن اني خليه جزء واحد بحجمه الكامل. بحل له ابلاي. وهون عم ينبهني انه هذا الكلام رح يصير فيه اكتر. هلا حلاحظ انه فيه اكتر من جزء كريته وهدولي شيء له علاقة بالسيستم نفسه بحد ذاته. بس ولكن انا بالنهاية بهمني هذا الجزء يلي هنزل عليه الويندوز. هعمل نيكست. هيبلش كوبيينج للفايل للويندوز. هيبلش يعمل رديل انستوليشن. طبعا كونك انت عم تستخدم فلاشه. وكونك عم تستخدم منفذ سريع لهو اليو اس بي ثري. فحتكون العملية سريعة جدا عن ما منعرفها من قبل لما كنا نستخدم السي دي ونستخدم دي في دي روم وكذا. هتكون عملية اسرعة بكتير بهالمرحلة هاي. خلنا نستنى حتى يخلص عملية انستوليشن ونشوف شو الشي اللي لازم نعمله بعدين. ومثل ما عم نشوف هون الرب خلص. getting fire ready for installation. نقطة كتير مهمة هون. سرعة العملية هاي كلياتها تعتمد على سرعة الفلاشة بحد ذاتها. وسرعة الهارد ديسك. اه اليوم من يعني افضل خيار ممكن تعمله في حال كان عندك جهاز قديم وحابب ترفر شوق تخلي يصير في حياة اكتر. هي انك تغير الهارد ديسك العادي الهارد اس اس دي. ما حنحكي ان ان في ام اي ولا اي شي لا لا. اس اس دي. حيث انك تفكه وتركب بداله هارد اس اس دي. لح تفرق الحياة معك بشكل مخيف جدا. هون هلو عم يطلب انه يعمل ريستارت. اوكي هنقل له عميل ريستارت لو سمحت. ما في عندك اي مشكلة. بلش يعمل ستارت. ستارت من الويندوز. مرة تانية سرعة الاقلاع سرعة الانستوليشن كل اياتها لما بيكون في عندك اس اس دي. حتلاقي في عندك فرق شاسع جدا 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 جدا. لو انت عندك هلأ جهاز بدون اس اس دي. روح بدله بدل وركب هارد اس اس دي. على الاقل بس تنزل عليه الويندوز واشياءك الاساسية. ولح تشوف سرعة بالاقلاع مرعب بشكل مخيف جدا جدا جدا. حاليا عم يجهز بعض الامور الويندوز. اول اقلاع تاني اقلاع دائما الاقلاعات هدو اللي بيكون فيها رستارت بيطلب منك ان يعمل رستارت. وتكون بتاخد دوقت اطول من الاقلاعات الطبيعية. لانه بهي الاقلاعات بكون عم يجهز الفايلات بكون عم يجهز ملفات السستم عم يتاكد انه كل شيء تمام كل شيء شغال عندك. وبالتالي بتاخد فترة اطول من الفترة عادية. بلا الشي كتب لنا اصلا انه عم يعمل starting the service starting up setting up some services. getting device ready عم يتاكد انه كل الدفايس موجودة والاش يعطيني بعض العدادات لحتى يعطيني يفرجيني انه مالو عالان بمكان معين وانه ملأ كل الامور شغالة معه ما في اي اشكال ورستارت مرة ثانية طبيعي حيعمل رستارت مرة ومرتين وثلاثة يعني ما في شي بخوف هذا الشي الطبيعي لحتى يخلص كل عملية الخصوصي انه هون عم نحكي هون عن فريش انستوليشن فما في شي خد خاف منه تقول ليش عمل اكتر من مرة هدا الشي الطبيعي وخصوص اذا كنت عم تعمل فورمات اول مرة او عم تنزل ويندوز اول مرة فقد تظن انه في عندك مشكلة بالتنصيب او وصلنا لنوعا ما ها قربنا لنصير جوه الويندوز ولنخلص العملية هاي كلياتها خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف قديش حتاخد هالمومنت معهم وهون بتطلع كورتانا اول الشي بعمله بقولها لو سمحتي اسكتي ما بدي اسمع صوتك هي المفروض انه بتساعدك بكل عملية الربط و بكل الامور اللي انت بدك ياها خلص خليها تحكي 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 خلصت يحكي تمام خلص تمام اه بيجي بيحكي لك هون الريجون اللي انت موجود فيه طبعا دائما يفضل انك تختار البلد اللي انت موجود فيه كرمال موضوع التاريخ كرمال موضوع الوقت فهلا خلص اقول انه احنا بسلا بامريكا يس وتماتي كلين احنا هجي بقدش الساعة عندك هلا هون في عندي طبعا ما في عندي اللغة العربية خلص نتاكد في عندي اللغة العربية يا ترى لا اللغة الاساسية هتكون هي الانجليزي اوكي هون بقى بقول له مسلا والله ضف لي لغة تانية او ضف لي لغة للكيبورد تانية وبختار منها اللغة العربية ولنفترض انه هنختار اللغة العربية لمصر ومن ثم لا نفترض انه هاختار اللغة العربية او مو لا نفترض هي انت لازم تختار المية واحد من هون فهيك صار في عندك الكيبوردين موجودين هون بيجي بقى بقى بده انتقل الخطوة تبع النتورك لحتى انه انت تشبك على الانترنت ما بفضل انك تعمل هلا تشبك على الانترنت كلمان ما تطول العملية كتير فلزلك هلا حنقل له انه ما بدي ايشبك على الانترنت هلا ما بدي اعمل سيت اوب للنتورك تبعي وخليني اعمل سكيب وضلني ماشي موجودة يمز بيجي بمشارك او عم يحاول يجيب الاب ديت و ليهو انا ما بدي ايعمله مسكونه هلأ جهاز مشبوك بلان فاحتمال كتير كبير انه اصلا اوكي ما عطاني الخيار هذا فلو بس لو انت لو انت ما لك شابك على لان وفي عندك ويرلس هيعطيه خيار انه دخل الويرلس نبعك مش هنشبك عليها وبلش اعمل اوب ديت فانت بكل بساطة بامكانك تقوله انه انا ما بدي اعمل اوب ديت وخلصنا هون بيقلك انه انت بامكانك بدك مايكروسوفت اكاونت كرمال تدخل طب انا ما بدي استخدم مايكروسوفت اكاونت حاليا تماما انا بطريت اني الغي النتورك على جهاز كل اياته لانه فورا شاف شاف انه في انترنت فطلب اني اعمل ساين ان بحساب المايكروسوفت تبعي ففعليا بس لغيت الانترنت كل اياته فهون هيعطيني انه ميني اليوزر اللي عم يستخدم الجهاز هنقول له هكذا سوبر باسورد حيقلك دخل باسورد طب انا ما بدي باسورد بكل بساطة بامكاني نعمل او بامكاني دخل باسورد هون يعني قد ما هي مهمة فهي مهمة كل هدول الخيارات المفروض تعطلهم لعدة اسباب اول شي هدول بيستهلكم من موارد الجهاز تاني شي بيستهلكم من موارد الانترنت بحد ذاتها اللي انت شابك عليها تالت شي انت عم تقدم لهم معلوماتك على طبق من فضلة مايكروسوفت فانا ما بدي مايكروسوفت تسجل الحديث تبعي ما بدي فاين ماي ديفايس ما بدي تسجل الشي اللي انا بكتب فيه ما بدي تبعتلي اعلانات مخصصة للي ما بدي تعرف وين اللوكيشن تبعي لما بصير مشكلة بدي اعمل عنا ريبورت بعتلي بيزيك ريبورت فقط وما بدي مايكروسوفت تعرف الاكسبرينس تبعي لحتى تحسنها كل ايات هذا الكلام انا ما بديها فكل ايات هدولة يعني كتير مهم انك تعمل لهم اوف وان شاء الله كمان بفيديو قادم لح نحكي كيف ممكن نصل لكل واحدة من هدول اذا حاليا على جهازك انت قردي عليه ويندوز وشغال ماذاك تعمل فورمات لح نحكي كيف ممكن نعمل هذا الكلام كل اياته مجرد ما عم تلو اكسب كمان حيرجاي اللي في عندي شوية امور بدي يساويها اكيد لا اكيد 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 لا بعض الامور اللي عم خانقول مفروض انه ملاش يعطيني شوية عبارات هاي عم نجهز لك الدسكتوب تبعك لان اذا بتطفي جهازك بهالفترة هاي فاحتمال كتير كبير انه الويندوز يصير فيه مشكلة وتطر ترجع تعيد العملية من اول وجديد فبيقلك انه لا تطفي جهازك خلاه المرحلة هاي بعض ملفات السيستم بعض التعريفات بعض الامور اللي بدك اها عم انجهز لك اها عادة ما بتاخد فترة طويلة هاي حسب تعريفات الجهاز حسب قديش اجد قديش كما حكينا اذا كان اس اس دي ولا مو اس اس دي بس يعني العملية كل اياتها عملية اني نزل ويندوز جديد على الجهاز كل اياتها لا تتجاوز ثلاثين دقيقة يعني اذا كتير شطحت 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 ممكن تاخد ساعة ساعة انت بتكون جهازك نازل عليه ويندوز جديد هذا لا يعني انه انت صار بمكانك تستخدم جهازك بشكل كامل لانه في امور تانية لازم تاخدها بين الانتبار قبل ما تبلش تستخدم جهازك ان شاء الله هات سيكون موضوع حلقتنا القادمة بعد ما تنزل الويندوز شو الامور اللي لازم تعملها شو الامور اللي لازم تعدلها شو البرامج الاساسية اللي لازم تكون موجودة عندك طبعا كل واحد حسبه احتياجه بس ولكن في بعض الامور مثل الانتباروس على سبيل المثال كتير مهم انه يكون موجود على جهازك وهيك صار الويندوز شغال عندك حاليا انت نزلت نسخة ويندوز كاملة ما في عندك فيها اي مشاكل بامكانك فورا تدخل عليها وتبلش تعمل وتشتغل شغلك اذا في عندك شي بدك تنزلو بدك تعملو بدك تساوي في كتير او في بعض مجموعة من الامور اللي لازم انت تعملها او على الاقل اللي انا بعملها لما بعمل اي نسخة جديدة ان شاء الله تعالى هذا الكلام لحنا نحكي فيه بالحلقة القادمة لذلك تأكد انك تشترك بالقناة تحت تفعل زر الجرس كرمال بس نحكي بالسلسلة هاي كلياتها تكون على اطلاع اول باول عنك عن الامور اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار وانت عم تستخدم جهازك ويكو نكون ستولنا لهاية حلتنا متمنتوا استفدتم منها وعجبتكم واذا وصلنا للميتين او لتلاتمية لايك ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم لحنا نزل الحلقة شو لازم تعمل بعد ما تعمل فورمات بعد ما صار جهازك شغال شو الامور اللازم تعملها قبل ما تبلش تستخدم جهازك كرمال تضمن انه يضله بصحة جيدة اذا صح التعبير واكيد لا تنسى تشارك بقناة وتفعل زر الجرس لازم ومشترك ولا تنسى تعمل شير للفيديو كرمال والفقاتك ممكن يكون بحاجة لفرمتوا جهازهم ولا او هذا الفيديو مفيد كثير لهم كان معك العمارة بخورة بشوفكم بحلقة جديدة سلامات